عشان نقدر نفهم شريك حياتنا تفاهم وجداني عمير حاجة تالتة التفاعل الحساس ودي خطوة مهمة جدا جدا ومسألة مهمة جدا 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 تصل إلى حد أن الواحد لو تركها ممكن يتعرض لخطورة لأنها بتضمن التفاعل بشكل حساس مع مشاعر شريك الحياة واحترامه يعني لما يجي مثلا يقول أنا ما بحبش الحاجة الفلانية لديه اللي بتذكرني بوفاة والدي محدش يعني يسخر من ده لا ده هو لازم يتعامل بحالة من حساسية مع الموضوع الفلاني ده ولو كان عنده هو تافه فهو لازم يتعامل بشيء من الاحترام لخصوصية ذلك الشخص بدون إهانته وبدون تقديم النصائح بدون طلب شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيتعامل مع السيدة عائشة في لحظة حساسة ويلاحظت ان هم الاتنين يكون عندهم خلاف فيطلب ان حد يحكم بينهم فيعرض عليها أصدقاؤه فترفض أصدقاؤه ولكن فرسول الله ولا يجزع ولا يدايق ولا يحزن ولا ياخد في خطره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لانه عارف الموضوع حساس ومراعي مشاعر على الحساس لغاية ما تختار سيدنا أو بكر فتقبر سيدنا أو بكر يبقى عشان ده يكون بشكل صحيح ما تحسش شرك حياتك ان كل همك ان انت تدي له درسه وتعلمه او انك انت تطلق عليه حكم او تنتقده او تطلقه غلط ما ينفعش يبقى زوجتك او زوجك منفعل عشان حد يخبط فيه او حد يديقه وتقول له ما يديه اخرت مسكك للتليفون وانت ماشي طبعا هو هيحس بقى ان كل اللي حصل ده ملوش اهمية قدام الاحباط اللي هو حصل له او قدام الاحباط اللي هو حصل له وانا يا ما قلتلك خد بالك وانا يا ما قلتلك خدي بالك لاحسن تعمل حدثة يبقى انت عايز تقرره ان الفكرة بتاعتك القديمة كانت صح وان النصحتك كانت صح بغض النظر عن ايه عن مشاعره دي في موقف زي ده لازم تطمنه تطمن عليه وتسأله وتحسسه ان كل حاجة ملوش اهمية اهم حاجة هو سلامته هو الشخصية وان انت في ظهره وان انت بتدعمه على كل حال وبعد كده نبقى نتفاهم في وقت اخر ازاي ان نتعامل مع الحدثة مثلا انا ازاي ان نتعامل مع الموقف اللي فيه مشكلة حاجة الرابعة التقدير والاحترام لازم يبقى فيه تقدير واحترام لازم اتفاهم لازم اذا كنت انا عايز اتفاهم تفاهم مجداني عميق لشرك حياتي لازم ان انا اقدر واحترمه والتقدير والاحترام ده بيكون تقدير واحترام لفكرة افكار شرك حياتي ولخبرته ولمعتقداته في بعض الاحقين والافكاره لان انا لو ما احترمتلوش وبينتله ان انا بقدر ده هتشتعل السراعات في البيت يعني مثلا هو معتقد اعتقاد معين مخالف ليا في فقهيا او مخالف ليا في مسألة العلاقات هو شايف ان اللي يغلط يتعاقب في العلاقات فهي بتعمل ايه صاحبتها لما كلمتها بطريقة وحشة ما رضيتش تكمل معاه فانت ما تجيش تجبرها على ان هي تكلمها لان انت لو اجبرتها على ان هي تكلمها هي تحس ان الناس اهم عندك منها ولا ان هي تجبرها على انها تعمل الحاجة الفلانية لكن هي هتقدم لها النصيحة بشكل لطيف شكل بيحترم فيها ان هي لها اختيارتها لما تختار لون ما تفضلش تقطمها ولا تفضل تزعق لها ولا تفضل تحسسها بان الوانها سيئة او افكارها سيئة وهو كذلك ما تحسسوش هو ده اللي انت جبته اهو بعض من اول يوم اهو ده هو ده فكل الطرق دي بتؤدي الى افساد ذات البين ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قدر السيدة مسلمة وشاورها لدرجة ان مشاورته لحضرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته نجت المسلمين من اشياء كثيرة جدا جدا وخاصة فيما حصل بعد صلو الحديبية كمان رقم خمسة التعاطف والتعاطف ده شيء في غاية الاهمية شيء مهم جدا جدا والتعاطف ده بيشمل مشاعر كتيرة جدا 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 عند شيء كالحياة والتعاطف ده والتفكير في وضعه الحالي والحالات اللي هو بيواجهها وازاي هو بيواجه الصعوبات دي وازاي يحس ان فيه قلب على قلبه وازاي يحس ان هو معاه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لما كانت مريضة قالت ورأسها قال بل انا ورأسها يا عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول لها انا مكانك شوف كم التعاطف من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر